طريق عمل السمك الفلي كريزبي مقاديره على الشاشة سمك فيلي وسمسم توم زعتر ومعانا بقسمات أو معانا دقيق أنا أعمله بالدقيق هيبقى طعمه أحلى وأحلى ومعانا زيت شديد الحرارة على النار مقادير السمك الكريزبي على الشاشة سمك فيلي الشبياد أو بولتي حسب الرغبة معانا دقيق معانا سمسم والسمسم هنا يعني أم جسري يعني عملت طاج الميكس كده ميكس بالأم جسري اللي موجودة في السمسم ومعانا السمك الفلي بتاعنا الجميل وتعالوا نشتغل فيه ونشوف هنعمله إزاي بطريقة سهلة وبسيطة نشتغل في السمك بتاعنا طبعا يفضل إن إحنا نقطع السمك ده شوية بتقطيعها حلوة كده بالشكل ده كده يبقى شكل زي ما انت حباها السمك الفلي بيبقى له أشكال كتيرة في التواطية البعض بيخلي الحتة كبيرة كده والبعض بيعمله زي الفيش فينجر أصابع الإيد فانت لك الحرية طب انت هتعمل إياه مغازي أنا هعمل كده دلوقتي عشان نكافي الولاد أنا عندنا عزوما النهاردة وجاي بكيلو سمك في ليه عايزاي يعمل يكافي يطلع معي كتير فالتواطيعة دي أفضل حالو هنتبله دلوقتي هتبله حلوة بالتوم والزعتر المستردة عصي الليمون حالو وبعد ما نتبه اللي عم مش شيف نحطه في الدقيق وننساه عشر دقيق في قلب الدقيق هو على البلانشة كده بنتبه له الشكل ده كده نحن مع بعض التوم الله هو مصلي عنادي التوم جوه ما دهاش التوم البودر يا أختي الله يرجع عليك أنا بحبش التوم البودر في السمك ودي سنة شابة صغيرة ومسرعة خلصت الفطيرة هوات ما أخذش منينا وقت شوية البوهرات شوية الببريكة الحلوة الكركم حبيب السمك خاصة في الماليات بيدي لون وبيدي طعم حالو الكلام الملح بتاعنا والفلفل كل دول مع بعض كل دول لا مش حطوا ميا أنا مخرجنا بقولها تحطوا ميا لا لا خالص والميا بريئة من الموضوع ده شوف التدبيلة دي كده زي ميا شوف السمك خد لون ازاي ده السمك بتاعنا اللي كنا بنقطعه من شوية مكانه زي ما هو كده معايا نشا إلعب يا السمك النشا إضافته لتدبيلة السمك هو اللي بيلعب دور الأرماشة ونمسك زي ما عملنا مع التوابل نعمل مع النشا اه زي ما احنا شغالين كده اه لغاية لما النشا اه قنية اه لا مفيش نار خالص دلوقتي لسه اه حالو الكلام زي ما انا شغال كده اه اه شوفت التدبيلة دي زي الفورد النشا ده مهم جدا اه هعمل ايه عمل شي في زي ما هي كده اه كزي بقى عشان اللي جاي حلو واللي جاي في خبرة طهوية ماء مسلك ماء يفضل ان يكون الماء مسلك اه مش هحطه على السمك المراد يا شفية اه هعمل ايه اللي انا هعمله دلوقتي اه شوفت الحركة دي في قلب الدين الحركة دي ما تسيبهاش في المية ايه زي ما هي كده عم في قلب الدين اه هيطلع معاك شوية فيلم قرمش يا اختي تدعيلي كل ما تيجي تكليوم تدعيلي اه اوع تسيب السمك في المية المسلجة خلص اه اختفيها في المية كده وطلعيها بس لازم تركيه اللي انا قلت عليها توابل زي ما تحبه اساسي كمون كوزبرة زي ما شوفنا مع بعض بسكنا السمك قلبناها بالتوابل ايه وا تحط اسامنة ولا زبدة في التدبير اخلي بالك بعد كده نزلنا بالنشا الله الله نشيل كل ده مالوش عوزة خلصتا كده حبيت تطلعوا فاصل يا شباب انا جاهس حالوا الكلام اه هنعمل ايه دلوقتي هنقلب السمك ده كده انية في قلب دي الله اه مطبخك رايق كده ورواءان كده وحلوة كده عشان لما حد يخش عليك المطبخ دلوقتي عملت الكحك يا تيتا دوائينا الكحك اه هنمسك السمك ده كده نقلبه الله ما صلى عنه الزيت اهم حاجة عندنا شديد الحرارة هنا اه بنمسكه نقلبه كده اه عناية اه سيبوني بقى هعيش مع تدبيلة السمك لان السمك بيعوب ثلاث مرات المرة الاولى واقف المية المرة التانية يقوم في الديه والتدبيلة بتاعته المرة التالتة يقوم في قلب الزيت ناخد السمك بتاعنا ده كده ورواء عند الزيت خطوة خطوة كده مع الفريق لغاية لما نشوف الانتاج في الآخر الزيت ايه ناخبره ايه فلا انا كاتف المينيو بتاعي زيت اه قصدي سمك مالي بالسمسم بنحط السمسم زي ما بتقول يا شيف مغازي مع الخلطة بتاعت الماليات بتسيب وبنلاقيش السمسم في قلب اللايه في قلب السمك وبنلاقيش في قلب الزيت هاعلمك حاجة حلوة بقى شغل الناس المحترفة اهو حلو الكلام هتيجي كده اهو شوف الحت اللي جاية اهو بص على الحلوة بص على الجمال اهو تاني هو ده بص تاني ناخد عنا كتير خلي بالك تاني اهو دي السمك الفلي اهو زي ما هو كده اهو اه لا مش بحطاكوا اللافو المية اهو اهو ايوة اهو ايه طاول انت اهو اهو تاني اهو 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 طب مش عزاب السمسم عزاب حبة البركة استبدلي السمسم بحبة البركة اهو 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 تاني اهو اهو شوفت السمكة اهو 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 الصوت ده? اه. اه. نعم ينفع. بقول لي ينفع نعمل كده مع الجنباري اه. بتقول لي شيف دهارة عالجنباري انت. اه ينفع نفس الطريقة في الجنباري. لازم المياه تكون ساعة. اه. 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 ممكن تعمليها بدل السمسم حبة البركة. بدل السمسم كمون سليم. بدل السمسم كزبارة ناشفة زي ما انت عايزة. نفس التركاية ونفس الخبرة اللي انا بتكلم فيها. السمسم هنا مالوش عزة بنا بقى خلاص. حلوك الكلام? السمك اخباره ايه? بص على الحلوة بص على الحلوة. هوريك انا السمسم دلوقتي. ايه لقش? بقول لي السمسم منزلش في قلب الزيت. انت بتهرج بقى. سينين الخبرة دي كلها راحت فين? تعال نشوف مع بعض ازاي نعمل شوية فرايد رايز بالسمسم. اصدب البصل اللي اخدر. ازاي? معانا رز مصري. مسلوق مسبقا. ومعانا عروق البصل اللي اخدر اللي انا بعشقها. ومعانا زيت سمسم وصوية سوس ونضافة مطبخك اول باول. زي ما تشوفي المغازة بيشتغل كده. اه. وانا واقف المطبخ زي الحلوة. تعالوا شوفوا نعمل ازاي فرايد رايز. انا النهاردة مش بشتغل. النار ده عاعد بسلة. بسلة السيامة زي ما بقولوا يعني. اه. حقالوا الكلام والزيت فقال البصل القصد السمك فقال بالزيت. والفريق على النار. تعالوا مع بعض نعمل شوية رز تاكل سوابعك وراها. فاكرين ولا ناسين? طبعا فاكرين. الميا اللي انا كنت سالق فيها روس بتاعت السمك بحط منها شوية كده على الروز. اه. اصبح الروز في ايه? بشاير السمك. ما هي راس السمك دي كلها دهون. اصبح ان الروز هنا متحضر. اه. هلو يا عمش ايه? تسلم ايدك والله. على طول اه. وجهزت الرز كده. وابدا احط زيت السمسم. مع شوية زيت عادي. ده زيت السمسم. عشان الشي في المغاز ما يقولكش هلو نحط ايه? اه. هل? والبصل اللي اخدر بتاعنا الجميل ده كده. اللهم صلى على النب. ناخده كده. ابا هو ده. على فين? زي ما هو كده. اه. في قلب الطاصة. اللهم صلى على النب. نسيبه على النار كده. رغيت لما البصل ده يتقرمش. نقلب. عايز تشوف السمك تشوف السمك هوا. لزا ما تخافش عليه. بتخافش عليه. بتخافش عليه. بتخافش عليه. بتخافش عليه. بص عليه. اه. 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 اخبار الديم يا اينا اهو النار فين نعم ممكن يقول لي ممكن نحط شوية جنباري اكيد زي لوحت على مطابع مطابخ او اكلت سمك في اه صيني او اليابانيين دائما يحطوا على في رائد رايز جنباري والنودلز جنباري دي بتاعتك انتبع انا عامله النهاردة بالبصل لاخدر بس يواخد طعم السمك وامجاسري موجودة بزيت السمسم اصبح ان انا اضفتوله الجنباري بتراية غير مباشرة شهوت مطبخ بقى اه موزيت السمسم غاني بامجاسري اه والجنباري غاني بامجاسري حالو الكلام هناخد الرز بتاعنا ده كده اه الله زي الفل خلي بالك اوة تحطي ملح وانت بتستقل الرز طالما الرؤية عندك هتحطي سياسوس سياسوس تغنيك عن الملح نقلب الله الله مصلع كل يوم ناكل كابسة كل يوم رز بشعرية عروق البصل لاخدر اللي احنا مصريين يعني شاطرين او ان احنا ناخد البصل لاخدر ناكل الراس بتاعته مع طبق الفول وانسيب العروق بتاعته استخدم العروق في طبق طعمية في فلافل في كفتة في فرايد رايز في طبق السلطة عروق البصل لاخدر يا اخوانا موسوعة غزائية غنية بالاكسادة مضادات اكسادة قيمة غزائية عالية جدا فواتح شاهية بينشط الجهاز الهضمي بيعالج مشاكل الامساك في اعمش بصل لاخدر وعروقه بالزاد هلو زي الفول نغرف الطبق ده كده يلا بينا البعض بيحب يقدم معاه بيض قملت مقلي عملتها قبل كده ده مكانه هنا سمعيني السودة كده اه سنة شبهة صغيرة الله سمع السودة كده اه خبار السمك ايه صلي على الحبيب خلاص جاهز تمام سيبه يصفي زيته حلوة اه تقليبة دي مهمة جدا اه اوة تحط اي بوارات سياسوس زيت السمسم مش بيحبوا البوارات يا ست الكل خالص المهارات بتاعتهم هي سنة شبهة وعروق المصر اللاخضر اصبح الرزة هنا واخد طعم تاني خالص لو طعم المحشي ولا طعم الرزة بشعرية اللي انت بتعمله كل يوم عليك ولا حاجة خالص واخد طعمي تاني خالص المطبخ الياباني المطبخ السيني المطبخ الماليزي اه سكة السوشي اه السياسوس طعمها خطير جدا مع السيفود مع الرز بالزات كمان اول اه بس اوة تحط ملح السياسوس غنية خلي بالك بروتين فمهمة جدا وكبئة الغذائية عالية جدا اه ناخدو زي ما هو كده يلا بينا الف انا وشفا والحبة نزلة بحبتها يعجن مين يا طيب ورحة زيت السمسم طلعة من بين الرز حكاية طبق ده يتعمل قبل الازال مباشرة طبق ده ما يتعملش ويتركب مش رز بشعرية سميه في الحلة ده ليه يا شيفي قالي بع الرز بشعرية النهاردة لان في رمضان كل يوم ناكن رز بشعرية مامية رز بشعرية صنية بطاطس رز بشعرية شوية ملوخية رز بشعرية بس انا احب الرز اللي ابيض لعها مطبخك رايق ازاي وفلة تمام؟ عايزين تشوفوا السمك الفلي اه عنية الفلي بتاعنا خباره ايه؟ نجيب الطبق الحلو ده كده بس انا عايز اعمل حاجة حلوة للامانة ايه هي بها؟ يعني بما ان السمك الفلي حلو وبحب المقليات مع الرز فاعملت ركاية حلوة كده ااخد شوية رز من هنا كده دي مش في المكرر اللي بيالك دي برا الموضوع اللي بقى هوليك حاجة دلوقتي اعلمك حاجة اتعجبك اهو ايه هي؟ هناخد السمك الفلي ينزل على الرز بقى جربي بقى من المرات الحلوة تاكل الرز اللي تحت السمك المقلي ده يا ويالي وتلاقي لحب السمسم نازلين بقى اخدبالك انت السمسم اهو جيبلي السمسم وتفاصيله كده يا شافيه اهو اهو شوية الرز اللي تحت السمك دول هما دول حكاية اللي بتحبيه اهدهم له اهو عايشين جوه الحب الف هانا وشفا بسم الله الرح عارفين عدله هنا الف هانا وشفا نطلع فاصل اهو شايفين الشعاوة دي؟ اهو ده شوفنا التفاصيل العلمية التهوية الفنية لقالي السمك بالسمسم ايه المصطلحات دي يا بو غازي مش عارب كل عام انتم بخير السمك الفلق لازم يتيلي بالشكل ده كده نقدر نقل الجنبري نقل اي نوع سمك بالركاية اللي انا عملتها الماء المسلك بتحط السمك في الدقيق او في التبينة اللي انت حبها وبعدين المكان اللي انت عايزاه يبان فيه السمسم بتبليه مية مسلجة وتحطيه في الغرض اللي انت عايزاه سواء سمسم سواء حبة البركة سواء كامون سواء كوزبار وقت وقت موسيقى موسيقى